ولازلنا مع العطاء الإماراتي وهذه المرة إلى فلسطين حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع الطرود الغدائية على المحتاجين في محافظات الضفة الغربية بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفلسطينيين مرام الله والمزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة شروق أسعد يد العون الإماراتية تمتد من جديد لإغاثة الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك لتقدم هذه المرة طرودا غذائية لما يقارب 2800 عائلة فلسطينية موزعة على عشر محافظات في الضفة هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس وزع مكتب التمثيل الإماراتي في فلسطين بعض الطرود الغذائية عبر جمعيات ومؤسسات اجتماعية وخيرية وهي مساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 2800 طرد غذائي ضمن حملتها الإغاثية الرمضانية للشعب الفلسطيني تم توزيع المساعدات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في جميع محافظات الضفة الغربية على العائلات الفلسطينية بإشراف مكتب تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في رمالله المساعدات التي وزعت في محافظات الضفة كافة تشمل مواد تموينية متنوعة تساهم في إعانة الكثير من الأسر الفلسطينية ودعمها ولسيما في ظل جائحة كورونا تعودنا نحن كل السنوات السابقة في شهر رمضان الفضيل على مشروع إفطار الصائم من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وهي نوع من المساعدة السنوية في شهر رمضان الفضيل للأسر والعائلات المسطورة المحتاجة في مخيم كالنجي وهذه الطرود هي مبارة عن مجموعة 300-500 طرد غذائي هي تغطي تقريبا 300 عائلة لمدة أسبوع يعني نحكي بالأسبوع الأخير من شهر رمضان والمساعدات الإماراتية التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفلسطينيين تتواصل كحملات سنوية تتكثف في شهر رمضان لأخبار الإمارات شروق أسعد رام الله